حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميدي بن هلال عن هشامي بن عامر الأنصاري قال لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر قالوا يا رسول الله من مقدم قال أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلبة قال كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فناهاهم وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهان النبي ذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو قال وأخبرنا أن ذلك هو الربا قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن حميدي بن هلال عن بعض أشياخهم قال قال هشام بن عامر لجرانه إنكم لتخطون إلى رجال ما كانوا أحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوعال حديثه مني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال قال حدثنا سفيان بن عوينة عن أيوب عن حميدي بن هلال عن هشام بن عامر قال إنكم لتخطون إلى أقوامين ما هم بأعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منا قتل أبي يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحفروا وأوسعوا وادفنوا الثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا وكان أبي أكثرهم قرآنا فقدم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميدي بن هلال عن هشام بن عامر قال شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد وقالوا كيف تأمروا بقتلانا قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا قال هشام فقدم أبي بين يدي اثنين حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال شعبة قرأته عليه قال سمعت معاذة العدوية قالت سمعت هشام بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلمين أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإن كان تصارم فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لا يحل لمسلمين أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا حثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال هشام بن عامر جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أحد فقالوا يا رسول الله أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قالوا فأيهم نقدم قال أكثرهم قرآنا قال فقدم أبي عامر بين يدي رجل أو أثنين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوبا عن أبي قلبة عن هشام بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك فمن قال أنت ربي أفتتنا ومن قال كذبت ربي الله عليه توكلت فلا يضره أو قال فلا فتنة عليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوبا عن حميدي بن هلال قال أخبرنا هشام بن عامر قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحفروا ووسعوا وأحسنوا وادفنوا الثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي حدثنا أيوب عن حميدي عن أبي الضهماء عن هشام بن عامر قال شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيهم من القرح فقال أحفروا وأحسنوا وأوسعوا وادفنوا الثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا فمات أبي فقدم بين يدي رجلين حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدي بن هلال يحدث عن سعدي بن هشامين عن أبي هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد فذكر الحديث قال حدثنا عفان قال سمعت جرير بن حازمين يحدث هذا الحديث عن حميدي بن هلال وزاد فيه عن سعدي بن هشامين وزاد فيه وأعمق قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال عن هشام بن عامر الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حمد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم فقام فقال إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا حمد يعني ابن زيد عن أيوب عن حميدي بن هلال عن أبي الضهماء عن هشام بن عامر قال لا إنكم لتجاوزون إلى رات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا أحصى ولا أحفظ لحديثه مني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين آدم إلى يوم القيامة أمر أكبر من الدجالي ترجمة نانسي قنقر